العام الدراسي الجديد يختلف عن العام الماضي هنا في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين أكثر من خمسة مدارس افتتحتها وزارة التربية هنا بعد إعادة تأهيلها مناهج دراسية متكاملة ومتطلبات تعليمية متوفرة لهؤلاء الطلبة واليوم الحمد لله عادت أو عيدت إلى الحياة بواقع خمسة مدارس وبواقع 1300 واحدة سكنية عادة العوائل وعادة الحياة فأعلننا انطلاق العام الدراسي هذا العام الدراسي مميز بالكامل ملاكات تربوية الحمد لله متكاملة دعم لوجستي متكامل ويبنى تحتية كاملة توفير الملاكات البشرية واحتياجات المدارس المتعددة خطوات عملت على تنفيذها وزارة التربية بهدف العبور إلى ضفة النجاح هذه المدارس لأول مرة تفتتح وتعاد الدراسة بها منذ عام 2014 دخول عصابة دعش الأرهابية إلى هذه المدينة الحمد لله الآن كما نلاحظ أن هذه المدينة عادت بأكملها بما يقارب 1078 دار سكني وبدأت الحياة كما تشاهدون الآن المدارسة اليوم بدأت بالعام الدراسي الجديد 2024-2025 توجيه من معالي وزير التربية سد كافة الشواغر الحاصلة في كوادر حي المصافي وكذلك كوادر مدارس بيجي من خلال التوجيه الذي وجهه إلى المديري العام التربية صلاح الدين هنا في قضاء بيجي الأجواء الدراسية مميزة مظاهر تهالك المدارس هنا أو تقادمها هناك اختفت إثر تنفيذ جزئيات البرنامج الحكومي من وزارة التربية جزئيات أبرزها بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل غيرها وإطلاق حملات لإعادة الطلبة المتسربين من الدراسة أيضا للعراقية الإخبارية حامد السام الرائي صلاح الدين